مضطرفت لكم وقولكم إيه اللي قلناه في الفاصل لأن نوليا بتقول أنا بشجع الناس كلها أنها تتجوز مرتين حرم عليك عشان يبقى فيه كمبيتش يبقى فيه الناس كلها يبقى فيه منافسة فاكرة برضو لا أنا مش بقول بشجع الناس كلها أنا بقول أن الست اللي جوزها يتجوز عليها خليك زكية إيه يعني ما يتجوز يعيني ما أنا عايز أقولك على حاجة ما قصد فيه راجل هي لو قايت له بقول لك إيه فريق الإعداد كله 12 لا هي لو قالت له يا أنا يا هي طب ما ممكن يختار هي ما يختاركيش أنت دي حاجة الحاجة الثانية ممكن تبقى ظروفها على قدها طب هتروحي فين الحاجة الثالثة كمان إن ممكن هي ما تكملش هي دي دخلة على إنها تطيارك لما أنت تعرفي فأنتي لما تثبتي وتحسسيها أنك ولا يهمك يمكن هي اللي تطير ففي حاجات كثيرة تلاز بقى تخيلي أن معاك منافس منافس طبعا منافس هي منافسة شريفة على فكرة منافسة شريفة طبعا أيوة أصرى لوم الست أنا لما حب ألوم ألومك أنت لما مالومش واحدة أنا معرفاش عايزة تتسطر وتتزوج وده يحق لها أنها تتزوج رجل متزوج أنا عارفة أنها تهاجم طبعا بس إحنا دشر على أنا ما بجيبش كلام على فكرة من عندي طيب فدلوقتي خلاص الراجل ده الجاوس أنت بقى حاولي فيه منافسة بيتباره على إسعاده هو نفسه لو حصل ده هو يبقى زايده بيتباره على إسعاده ما هي عايزة تكسبك يعني لو نسبة الزواج الثاني زادت بعد الحلقة دي يعني حضرتك يبقى لك دولة ما أنا عايزة أكسبه هي لو خدت الموضوع تحدي أن هي اللي هتبقى قريبة منه أنه هتفضل في قلبه هيبقى ما زي ما قلت لك كيف الفاصل أنت دي شعراء أحمر أنا هعمل شعري أسفل بس في السابق تكبر دماغة تقولك خلاص بقى يعني نهاجة دوجها دماغة على إيه يعني خلاص لكمبيتشن ولا بتاع راح راح يعني تنصاصل لا يعني بتعيش وخلاص بتعيش وخلاص لا هي لو بتحبوا بقى واخد الموضوع قوي على كرامتها ليه؟ تحاول أنها الساعات بيحصل دامج كده بعد فترة جواز طويلة بيحصل فيها مشاكل أو مش دامج هيقول أنها داون ركود آه ركود كده وزي بقولك أنت بتطلع وبتخرج وبتشتغل وبتشوف فبالتالي أنت منعنش ما هي كمان ممكن تكون بتشتغل وبتطلع وكل حاجة ممكن بس احنا منتكلم على الأغلبية الستات قاعدة كده في البيت ما بتشوق يعني ستات اليومين دول آه ستات اليوم ما لهم بس ستات اليومين دول لا يعني بيطلعوا وبيخرجوا وبيشوفوا ويسافروا وكل حاجة يعني أيوة بس في النهاية ست برضو